فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أشرت من الشيخ حسنا الله إليكم إلى ندم أسامة رضي الله عنه ونهي النبي عن الشفاعة فإذا كان هذا الحد اللي هو مجرد الشفاعة ندم عليها هذا الصحابي الجليل ونهى عنه صلى الله عليه وسلم فكيف ما أشرت من المحاولة ترك أو تميعها عن أشراف الشفاعة فيها جريمة فكيف بتميعها وتركها لا شك إن الشفاعة فيها والوساطة في إسقاط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافعة والمشفعة وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا